السلام و شراكم و مرحبا بكم معي في وصفات جديد الوصفة الأولى هي مني فطائر سريعين بوحد العجينة إكس برس يطيب وغير في المقلات ووحد الحشو سبيسيال يعني يقدر تهلكم بوحد الطريقة يجي أكتر من رائع بزاف سهلة و بزاف سريعة الوصفة هدي وتوجد في وقت قصير و لا بات خفيفة يعني ما توندي غير ما فيه مش كامل لا بات وحنشارك معكم العديد زيان وغير ساتلي هي طاجين الجلبانة بالحم على طريقتي الخاصة هنديره لكم كيما طيب وانايا نصلوا ونسلموا على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاة والسلام و نبدأ في الوصفة الأولى تعال ليميني فطائر حندير العجينة عندي هنا زوش كيسان فارينا كي لتبهدك الكاس اللي تعرفوه كامل نص مغرف كبيرة خميرة نص مغرف كبيرة سكر عندي مغرف صغيرة ملح و عندي مغرف صغيرة خميرة الحلويات عفوا عول بايا اختنا توقو نص كاس ما و نص كاس حلي بدافين نخلط الخارط هكذا يا ملح راح يجيني شوية جاري من بعد نزيد نضيف عليه نص كاس تاع فارينا هنا الفارينا على حسب يعني الفارينا تعكونا اضفت تلت مغرف قيس نص كاس و نطملع ديناتاعي تكون شوية طريقة بش يجوني هدوك الفطائر خفاف و كي تاكلوهم انضي غيبا كاميرا كو تاكلو فلابات يعني لابات تجي خفيف هكذا تبقى رقيقة يعني تجي هيلة نحبط لابات تاعي هنا يا في سطح العامل و الى كانت يعني شوية تلتاسق بزاف زيد و رشاها كخفيفة عفارينا حنطمها فاقت ماني حنعجينها موالو باش تولي لعجينها متجانسة شوفوا جيها راهي يبسة جيها راهي بزاف فيها الماء دونك هنا يا باش نقدر ان نطمها فاقت كي ماش فتوني مادرت لهاش الزيت في الاخير رح نضيف لها مغرف بتاع زبدة ولا مارقارين هناني طميت هابرك شوفوا راهي تلاسق شوية نضيف لها مغرف كبيرة ماشي بزاف مع مرات بتاع زبدة ولا مارقارين هناني درت مارقارين و ندخل المليح هديك المارقارين في العجينو هناني تباني لكم شغلة راهي جارية كتديروا لها المارقارين من بعد تعاود تنشف روحة بروحة هديك المارقارين هي اللي راهي رايحة تلمها يعني هنا في هاد المرحلة ما تزربوش تضيفو الفارينة حتى تدخلو مليح هديك الزبدة في العجينة وإلا كملت وضي يعني دخلتوها ببيان وشتوها باللي راهية بزافت لها ستضيفو لها شي فارينة أنا درت الشفاقات أنا لسه راحة مرفع نخدم بالفارينة سيم يعني لسه راحة هي المخيرة منتوج كي يكون مليح يعني كما يقولوا يهضر على روح ومشي لإشهار أنا بعتهم يشيروا لي ما صابوش جابوا لي العبال وانا العبال مشي مرفع نخدم بيها وما نحبهاش ما قدبش عليكم ما تشربش السوائل سيبو خصا ما عرفتش الكيل تحائي زاكت ماي من بعد يعني قعدت نرش فيها هكا بشوية بالفارينة عفوا حتى نطمت معايا ما عندها الكيل ايكزاكتال فارينة تعكم على حسب نوعية الفارينة اللي تستعملوها هدا وش حبيت نقولكم بعد ما طميتها دهنت لها شوية لو تشتحها بالزيت بش ما تلسقش ونغلفها ونخليها تريه عشرين دقيقة من جهة واحد اخرى نروح نطيب الحشو بسكوديك الحشو لازم يبرد في مقلاة فيها شوية زيت ندبل هنا نصف حبها بصل ولا كبيرة ولا صغيرة ديروا حبها تحبوا تقطعوها تحبوا ترابيوها تحبوا ترحوها كما حبيتوا ندبلها شوية ونضيف عليها كمية من صدر الدجاج انا درت نصف درت على الجاج رحيتوا كي مشتوني في الاشوار التوابل درت هنا رشة خفيفة كركم يعني غير رشة خفيفة برد درت كركم سكن جبير شوية توابل الدجاج ملح فلفل كحل وشوية كركم هدا وش درت ودرت سناء صغيرات على التوم ولا زوج كما تعرفوا الجاج يحبي التبل بالتوم قليتهم على نار قليلة وغطيت عليهم حتى يتلقى ذاك الجاج المتع وهنا مدلولا حتى تقطرت على المد يجا الجاج يراه معمر بالماء خلي وهي طيب في المتع هنا بالعاني اشيتوا باش يطيب لي بالخف هنا كان راح علي الحال واني خرجت وجيت ومدخلتش بكري للكوزينة معنتها كنت نزرب قلتلكم باش يطيب بالخف كانت الخمسة هنا يا لعجينا مزاك كامل مريحتش بوغطيت على الجاج هنا خليت ونشف من المتاع على النار قليلة ما تخليه واش يعني يتحمر باش ميجيكم شيابس ويبقى طري ومشمخ داخل الفطائر هادي هو المكوين اللي يقتلكم عليه ضيفوا مغرف صغيرة مع ملحة مايوناز تاع المنزل ولا تاع السوق عادي وديروا مغرف صغيرة تهريسة هادي كل مايوناز رايحة تعطيلها واحد للطراوة واحد البنة ويجي الحشو بتاعكم مشمخ ولما تديروا فيه نكران فراش نحت حاجة واحد وخراو ما يجيش سايي للحشو بتاعكم نقلب وزوج تقليبات ونطفي عليه ونخليه يبرد نروح وذو كالطاجين الجلبانة عندي كمية تعال الحام أنا درت البقري يعني دي مخصوم مشجاري درت يعني زوج مور صوات بارك مشي كبار حنقليهم في شوية زيت مع شوية زبدة هنا بعد ما تقله وليتلق المتاعه مشي عادة كامل ليدا انا هادي يا طريقتي ويجي الجلبانة تعي من اوى ما يكون حمرت ذاك اللحم في الزيت والزبدة على نار قليلة ما لازمش تخليه هادك ليدا كحل باش ما تجيش لاصوس تاعكم تاع الجلبانة كحلو نضيف عليهم نص حبة بصل هنا يا مطبستة وكتر حيتها ملح في الاشوق باش ما تبنيش في لاصوس تاع الجلبانة واجي لاصوس تاعي مجمرة بهذاك البصل ضفت عليها رشة تاع فلفل كحل وشوية ملح ما تكتروش الملح الجلبانة بتحب شوية زاف الملح درت رشة خفيفة تعقرفها رايحة تمد واحد البنة يعني في الجلبانة تهبل رشة خفيفة خفيفة يعني قرصة تعكركم باش تعطيني لون شباب اللاصص ورشة خفيفة واحد اخرات راس الحانوت اه من افضل يكون راس الحانوت يعني ملح نوعية تعو ملحة ودرت يعني سنة صغيرة تاعتم كما تعرفو باش اللحم هادك يتقلف هادك التوابل واديك الحبيبة تاعتم حتضيف واحد الفارق في يعني في المعداق يجي هايل بلا ميبان لقو تاعو متكتروش التوابل كما تعرفو ليصوس بلونش هادو محبوش التوابل يعني درت كلش يعني هكا كميات بزاف قلال بعد ما تقلم ملحة ذاك للحم في هادوك التوابل وداب لي كامل هادك البصل اه نضيف عليه هنا يا المسخون يعني نمرقوب المسخون انا اللحم تاعي بقري دونك انا نغلق عليه الكوكوت باش نضمن باللي طيب انا لو كان كان اللحم تاعي غنمي كنت نقلي معاه الجلبانة ونطيبهم معاه بعد هكا باش هادك الجلبانة ما تروحش فيها كما يقولوا بعد ما طاب لي ملحة ذاك للحم ضفت عليه الجلبانة انا الجلبانة جديدة عرانا في وقتها نضيف الجلبانة نضيف رشاة خفيفة مع الدنس ونخلي هديك الجلبانة الطيب في هديك العصص مامل مع الدنس يمشي تخي 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 بيا مع الجلبانة سوس بلانش نحكي على الجلبانة مرقابيضة كما تعرفوا هادي بلاتخا دي سونل ما لقغي فيهم اللحم ما لقغي يعني ساهلين كوكوت اغلقوا بالصح ولا غروا عرين باش يجوكم بنان عفوا قادرين ديروا في هاللحم وديروا وديروا ما تجيكم شبنين الماكلة تجي سامطا دونك تبعوا كامل هاد المراحل والسر كامل لهو في التقلية وفي التوابل اللي عطيتهم لكم يمشوا تخي 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 بيا مع هاد البلاد كما شفتوني بعد ما ضفت الجلبانة وتغلقت عليها الكوكوت باش طيب لي بالخف وفالا بعد ما طابت بالخف طابت دي جمازلت لهاش ما كوتش دايلت لها كمية كبيرة على الماء طفت عليها وضفت لها رشاة عمعد نوس والبلاتعية لهواجيت قطلكم من الجلبانة مما نعقدهاش ونروحو هناللعجي نتاعي بعد ما خمرت حبتها في سطح العام المهم قطعت هاداك البودا على 12 قطعة خرج لي 12 كورة يكونوا صغار هاك دايا انا حبيت نديرهم صغار ومشي صغار صغار يعني بالزاف تقريبا هنايا واحد الخمسين هكاك خمسين جرام في الكورة فالا هامريك انا ما وزنتهم شدرتهم عيني ميزاني نغطيهم بطرشونا ونخليهم يريحو غير شوية فقط يعني وحضل الخمس دقائق قسمة اه نقدر نفتحهم جبت هنا هاداك الحشو كدرته في غي سيبيون يعني يراه بارد حطت المقلة تاعي فوق النار ونبدأ نفتح فيهم انا ما نشحن دير الفارينة اللي تحب دير الفارينة دير عادي بش ما تنشفلي شريك العجينة شوفونا كيفاش ندير طارق تندير قطرة قطرة تعزيزها كافية دي ونمسح بها سطح العامل شوفو العجينة عطرية بصح يعني ما تلتاسقش تلسق بصح تتنحو معها وحدها تفتحوها بالحلل ولبيتكم هاد العجينة تفتح معاكم خرم الفارينة ندير شوية تعال الحشو هاداك في الواسط هنا الحشو تحبو تدير وش حبيته اه تقدرو ما ديروش ججو واحد وقطق منها رحلية الحال وتحبو ندير معها ديف خيت ولا تقدرو تزيدو معه وش حبيته ديرو ديرو وش تحبو ديرو وش تحبو دعلي هاشوية فخومة جغابية مخلط مع موزاريلا بش يجي هاداك الفرمشتاعي تكسل وغلقتو بهاد الطريقة وانا كي ترفدوها وتحطوها في المقلة تسقموها يعني كي ما تحبو مامي لا تعودت لكم هي حت تسقم هنا بعد ما تتفارسيوهم ما تخليوهم شي ريحو بش ما تخمرش هذيك العجينة باش تجي كوم لابات ارقيقة وتقعد ارقيقة يعني عمرو زوج ثلاثة وطيبوهم مباشرة وخميرة الخلق الحلوية تعفو ما تكتروش بزاف يعني ديرو غير شوية إلا درتو مغرف صغيرة مغرف تاع قهوة مشي تاع قهوة حليب برك باش تجيني لابات تععي يعني دي خفيفة وخير وخ انا نحب نستعملها كمحسن للعاجين نغلقهم بنفس الطريقة دوك نزيد الحبات الثالثة ونبدأ نطيب هذيك المقلة تعيدرت لها شوية انا متعمت نوري لكم الكمية شوية برك تاع مارغارين ندهن بهم ندهن للمقلة باش يجوني الفتا ارتيوعين حمرين مليح ويبن فيهم مليح هذوك الخطوط شوفو كنحطهم نسقم وشوفو اللولة بالخفت نفخت معندها خمرت سمانت نطيبهم على النار متبسطة ونقعد نقلب فيهم حتى ياخدوا اللون اللي انا راني حباتي وتحبوهم حمرين بزاف تحبوهم شوية ضوغي هنا يا كي ما احبيتو وشنو ما تقويهمش بزاف النار باش ما طيب لكم هذيك العجينة وبالخفت تبقتكم العبات هذي من الروع ما يكون رقيقة ونطيبهم على كامل الجوانب فالا باش يجوني محمرين مليح حمروا لهم ما من الجوانب شوفو هنا وني ورأت لكم لي كوتي يعني كي توقفوها توقف الفاطيرة هذي هذيك ما زال شوية هذي سيبو هنا راني نطيب وراني نفتح في الاخرين حتى نكمل كامل هذيك الكمية بزاف بزاف هايلين والله شغطولي عندهم دراري رايحين يفرحوا كي يشوفو هذي الفاطائر مبدلو لهم شوية ماشي داي من البورك هكا باش ما يكرهوش مساكن فالا هنا بعد ما طيبت هوم شي كامل ما زالي نطيب قلت لكم درت 12 واحدة ويعني مام يقعدوا لي يقعدوا للصحور ديفوها هكا الصباح باش نصب باش نعطي الدرار يدو معهم القوتي كي ما تعرفوا يعني رمضان كل شو مغلوق الصباح هنا ايا قسمت لكم حباب باش شوفوا شوفوا العجينة ما رايحش كامل كبان شوفوا رقيقة على لابتع ديول الحشو هذيك بنين بنين تقدروا انتم ما مديروش كامل فيهم الجبن هذي انا برك باش كي نقسام ونفي الميت ويبانو لكم باش نشاهيكم فعلا هذي هي بريد حب الدير الجبن الدير يعني كل واحد يدير عساب المكونات اللي عندو في الدار جاو يشهيو ان شاء الله هتجربوهم وينالو اعجبكم على بليب اللي راح تنجحوا فيهم يعني وصفة مضمونة وسهلة وباسيطة ومتاخدش كامل منكم الوقت نجيبها ديكل الجلبان انا قليت شي باطاطا انا منحبش نرمي فيها الباطاطا هكا الداخل في رمضان كي ما تعرفوا جي شي تقيلة دون كنا نقليها الباطاطا كي يكون عندي الوقت نرميها لداخل زي تتجمر شوية مع الجلبانة وتشرب هذي كلاسوس كي رحالي الحال كي ما اليومة هنا رو ديجارة ويقدن ولا قليتها وقدمتها معاها كبش كي نغمس ونجوز و هذيك الباطاطا في وسط التغمس دورت على البلاحك دايا سعير داير يعني حاجة سامبل هي يعني لو كانت رموها تشرب هذي كلاسوس تعال جلبانها حاجي هيلة لباطاطا خليوها تغلي شوية قبل ما تتجمروها قبل ما تتجمر مليح تشرب كامل هذي كلاسوس وتجي بنينة متبنش كامل بني مقلية رشيت عليها شوية مع دنس وقدمت معاها كلي تخنشت على القارس كان يعصروا لها القارس في الآخر يعقدوها يعني كل واحد يدير على حساب الدوق التاع وانا نقول لكم نديرها لكم بطارقتي كي من طيبها في داري وتجي بنينة بنينة وحلو وتجي من أرواع ما يكون ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم من وصفات تاع اليوم ان شاء الله هتجربوهم وتنجحوا فيهم ونقول لكم تبقى على خير ونتلاقوا في وصفات جدد ان شاء الله